أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عشور في دورته الـ 81 بعد المئة عن الفائزين بجوائز النيل التقديرية والتفوق والتشجيعية إلى جانب الإعلان عن جوائز الرواد وجوائز المرأة التقديرية والتشجيعية والتي تمنحها الأكاديمية سنويا وخلال مؤتمر صحفي أوضح وزير التعليم العالي أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام تقدر بـ 55 جائزة منحت لـ 61 فائزا هذا وقد شارك في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة هذا العام 21 لجنة بإجمالي عدد أعضاء 140 عضوا من خيرة علماء مصر في جميع التخصصات من الجامعات والمراكز البحثية مهم جداً في شقين الشق الأول هو استعراض نشاط الأكاديمية وإنجازاتها خلال الفترة اللي فاتت وطبعاً الأكاديمية بتتبنى قومياً مع جهات الأخرى المعنية زي الجامعات المصرية وملاكز البحث الأنشطة العلمية والأنشطة البحثية والأنشطة الابتكارية في مصر والحقيقة كان اجتماع مسمر جداً تم استعراض إنجازات الأكاديمية الفترة اللي فاتت ومشروعاتها وتم نقاش أن مصر في الفترة القادمة في حاجة يطفر كبيرة جداً في مكان مجال البحث العلمي وتكنولوجيا لأن مصر محتاجة فعلاً تتبنى مجموعة الابتكارات والبحوش الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة في مصر مثلاً زي قطاع الصحة وقطاع الدواء وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة كل القطاعات المختلفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة الجاية هتحدد الأولويات البحثية والتوجهات الدولة في البحوث وبالتالي هتوجه كل الموارد بتاعتها سواء من خلال الأكاديمية أو صندوق دعم العلوم والابتكار أو صندوق دعم المبتكرين والنوابغ كله هيتوجه لنفس الأولويات بتاعت الدولة عشان ما يبقاش فيه تهدير للموارد بتاعتنا وتبقى كلها رايحة بتحقق أهداف قومية أساسية